بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع ميس هناء السمان قناتنا بتأدم المناهج الدراسية من أولى ابتدائي لتانية عدادي في اللغة الإنجليزية أما الصفوف من تلت عدادي لتلت سنوي هتلاقيها موجودة معاك على قناتنا التانية قناة ميستر يوسري عزر إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم على صفحة 133 الوحدة التالتة في الدرسين 3 و 4 أول حاجة تدريب على تدريبات المفردات نحن غالبا نغضب عندما نحن هنقول عندما نكون غير سعداء بشأن شيء ما ولا نضحك ولا نشعر بسعادة ولا ننجح إيه اللي بيخلينا نغضب؟ هنقول غير سعداء بشأن شيء ما يبا هي دي اختيارنا نمبر وان نمبر تو المدونة هي هناخد ايه من هنا ونقول التي بها شخص ما أو أي شخص يكتب بانتظام ويبسايت ويبسايت اللي هو موقع إلكتروني play ground فناء ولا office مكتب ولا library مكتبة هنقول ويبسايت المدونة دي بنكتب بيها عبر الإنترنت أو عبر الموقع الإلكتروني نمبر ثري shall I ايه shall d هتساوي will معناها هل shall I make ولا go ولا get ولا add your name to the list هل أنا أضيف اسمك للقائمة هقول shall I make ولا go ولا get ولا add للإسم ما نعمله ايه نضيف يضيف يعني add نمبر فور the مين من دول is the most important woman in the country هي المرأة الأكثر أهمية في الدولة أو البلد مين the queen الملكة king الملك ولا character شخصية ولا hero hero اللي هو بطل لا هنقول مين هي queen عشان هو ال woman woman امرأة تبقى دي queen ملكة نمبر فايف is father usually a decisions for him والده يجري عادة قرارات for him له طيب ايب هنقول does decisions يعني يتخذ قرارات ولا makes ولا gets ولا plays عايزين نقول يتخذ قرار باسمه makes decisions يعني يتخذ قرارات نمبر learned a by ولا at ولا in ولا about about تعلمنا بشأن معناها about اوكي نمبر سجن I play tennis أنا ألعب التنس هنأخذ ايه never ولا once ولا twice ولا none a week في الأسبوع I play on Sundays أيام الأحد and on Fridays وأيام الجمعة يبقى أنا ألعب كده تنس كم مرة هقول never لا never معناها أبدا أو مطلقا once معناها مرة واحدة twice مرتاني and none معناها لا طيب ولا مرة none معناها ولا مرة طيب هنقول ايه هنقول twice طيب ليه اخترنا twice وسبنا once لأنه هو حدد أيام هي أيام أحد وأيام دول يومين في الأسبوع يعني مرتين يبقى ايه نمبر eight people who hunt lions الناس الذين يصطادون الأسود are very دول very ننصفهم بأنهم very funny مرح ولا brave شجاع slow بطيء ولا frightened يعني خائف لا طبعا ايه brave very brave ناس بتصطاد أسود يبقى دول ايه شجعان جدا نمبر nine that black looks هذا الكلب الأسود looks ايه يبدو بأنه ايه I'm very afraid أنا خائف جدا يبقى very sensible sensible يعني حزين ولا busy مشغول clever ماهر ولا scary scary مخيف الكلب ده يبدو أنه مخيف أنا very afraid يعني خائف جدا نمبر ten I don't want to أنا لا أريد أن هناخد فعل ونقول home in the dark المنزل في الظلام go home أرجع للبيت sell يبيع buy يشتري watch يشاهد هنقول go home أنا لا أريد أن أرجع للمنزل في الظلام نمبر eleven my grandfather جدي is هننصفه بإيه he gives us good advice هو يعطينا نصائح جيدة يبقى هو كده إيه bad سيء sensible حكيم ولا scary مخيف ولا ورد قلق لا طبعا sensible sensible يعني حكيم نمبر twelve I love my parents أنا أحب والدي with my with all my بلوغ ولا adventure ولا heart ولا character بلوغ مدوانة adventure مغامرة heart قلب character شخصية هقول with all my heart يعني من كل قلبي أنا أحب والدي من كل قلبي نمبر thirteen what is that a noise what is that clever ولا interesting ولا cute ولا strange هنقول strange ماهر زى هذه الضوضاء الغريبة هذا الصوت المزعج الغريب لكن clever معنى هماهر interesting يعني شيق cute يعني لطيف ودي كلها صفات جميلة ماينفعش مع كلمة nice ضوضاء نمبر fourteen how often يعني كم مرة do you a math مثل هي رياضية هنقول make ولا do ولا play ولا good هنقول do على طول math نقول do math do math يعني يدرس الرياضية صفحة مية 34 time to practice وقت التدريب أو الوقت لتتدرب choose the correct answer from a,b,c,or,d number one this book is an interesting a story هذا الكتاب هيعتبر ايه شيق قصة ايه history history تاريخ block مدونة character شخصية ولا adventure هنقول adventure يعني المغامرة عايز اقول هذا الكتاب هو قصة مغامرة شيقة قصة مغامرة شيقة number two the road الطريق wasn't لم يكن so he drove carefully لذلك هو قادة بحرص لم يكن funny مرح safe آمن strange غريب ولا brave شجاع لأنه لم يكن آمنا علشان كده هو قادة بحرص safe number three I wrote on the school انا كتبت في ايه للمدرسة to ask about the time of the exams لأسأل عن وقت الامتحانات هقول fence ولا website ولا disk ولا wall هكتب على ايه على الweb site على الموقع الالكتروني للمدرسة علشان اعرف موعد الامتحانات طيب هنا number four there are many interesting things there يوجد الكثير من الاشياء الشيقة هناك they aren't a هي ليست الاشياء دي ليست a good جيدة ليست جيدة ولا interesting شيقة boring مملة ولا fantastic رائع او مزهل لا هنقول ايه boring هنجيب عكس الصفة بتاعة interesting مش هو بيقول يوجد اشياء كثيرة ايه شيقة هناك خلاص يبقى هي ليست مملة عكس interesting boring number five a blog is and المدونة هي عبارة عن ايه diary يومية offline offline معناها غير مقتصل بالكمبيوتر online معناها عبر الانترنت outline outline معناها خطوط عريضة خطوط عريضة inline معناها موضوع في صف شيء انا اضعته في هيئة صفوف يبقى انا عايز ايه online diary يعني مفكرة يومية عبر الانترنت number six who is the main من هو the main of the story للقصة the main character الشخصية الاساسية ولا ويبسايت موقع الالكتروني ولا موقع على الانترنت ولا adventure يعني مغامرة heart قلب اقول the main character ما هي الشخصية الاساسية في القصة number seven he is frightened هو خائف ايه making decisions alone يعني يتخذ قرارات alone بمفردة هنقول by ولا with ولا at ولا of هنقول frightened of يعني خائف من of number eight something scary makes you feel يعني شيء ما مخيف يجعلك تشعر تشعر بايه sad عايزين bad سيء funny مرح ولا frightened طبعا frightened اللي هي ايه ايه مخيف او خائف مرعوب frightened معناها خائف او مرعوب number nine does not a to us what you meant ليس عايزين ناخد صفة ماذا عنيت منت ده الماضي من مين يعني يعني او يقصد clear واضح ugly قبيح dangerous خطير ولا bad سيء هنقول it is not clear انه ليس من الواضح لنا ماذا قصدت او عنيت number ten هنقول من من دول نصف الشخص بانه person شخص knows a lot يعرف الكثير الشخص اللي بيعرف الكثير ده نقول عليه a busy person a busy person يعني شخص مشغول ولا frightened خائف brave شجع ولا clever طبعا clever يعني ماهر شخص ماهر هو اللي بيعرف الكثير number eleven she is good at هي جيدة في ايه she likes art دايما بنقول لما يكون فيه سؤال فيه جملتين فيه هنا فلسطف بعد كده هيبدأ جملة ثانية نركز على الجزء الثاني هو اللي هي دلنا على الإجابة هنا هنا بيقول she likes art هي تحب art اللي هو الرسم أو الفن طيب هي بدأ ايه هي جيدة في watching مشاهدة playing لعب ولا swimming صباحة ولا painting طبعا painting اللي هو التلوين number 12 makes good decisions يعني يتخذ قرارات جيدة sensitive sensitive معناها حساس أو مرهف الشعور lazy كسول sensible حكيم ولا happy سعيد طبعا sensible اللي يتخذ قرارات جيدة يبقى ايه حكيم number 13 بيقول he doesn't do his homework هو لم يقم مع عمل واجبه المنزلي so the teacher is very لذا المعلم is very happy المعلم سعيد جدا مش معقول طبعا حد ما عملش وقبه المعلم هيبقى سعيد جدا angry غاضب brave شجاع ولا scared خائف طبعا المعلم هيكون is very angry غاضب جدا بعد كده صفحة 136 practice تدريب على speaking exercises تدريبات التحدث complete the following dialogue أكمل الحوار التالي jana is asking randa about her favorite hobby يعني jana بتسأل راندا عن هوايات المفضلة jana بتقول what is your favorite hobby راندا ما هي هواياتك المفضلة يا راندا طبعا احنا بننصح يا ولاد لما بنيجي نجاوب على dialogue زي كده نقرأ كل النقاط اللي في عشان نفهم الموضوع عن ايه بعد كده هيبقى سهل جدا الاجابة هي بتقول لها ما هي هواياتك المفضلة يا راندا jana بتسأل بتقول have you read هل قرأتي alice's هنقول adventures in wonderland هي بتقول لها هل قرأتي القصة اللي هي مغامرات alice في بلاد العجائب راندا بتقول لها yes it's a nice children's story انها قصة اطفال جميلة او لطيفة لانه دي عبر عن ايه story قصة jana بتقول لها what do you think of alice ما رأيك في شخصية alice قلت لها i think she is a sensible girl انا اعتقد انها فتاة حكيمة طيب ليه بالذات كتبنا sensible يعني حكيمة علشان هنا بتجاوب هي بتقول sensible حكيمة what does this word mean ماذا تعني هذه الكلمة لها كلمة sensible قلت لها it means a person who انها تعني الشخص الذي makes good decisions يعني يصنع قرارات او يتخذ قرارات جيدة مفضل لديه بيقول له ايه احمد what's your best friend's name ما اسم صديقك المفضل علي هيقول له he is called وجاب اسمه اسامة اسمه اسامة احمد بيقول ايه بيسأل هنا does he look like يشبه اكيد بيقول ماذا يشبه هيقول له what does he look like كيف يشبه او ماذا يشبه شبه ايه ده بقى شعر قصير غمق dark and green eyes وعيون خضراء احمد قال له what does he like doing ماذا يحب ان يفعل هنجيب الاجابة ازاي هنقول he الفاعل بعد كده like هنخليها likes عشان السؤال ده في زمن المضارع البسيط عشان good does هنقول he likes reading هو يحب القراءة احمد بيسأل بيقول he friendly and kind فالاجابة هنقول yes he is very friendly and kind طالما فيه هنا is يبقى كده السؤال هيبدأ بيز هنقول is he friendly and kind هل هو ودود وطيب قال له yes he is very friendly هو طيب جدا وودود جدا what is his favorite subject ما هو ما هي مادته المفضلة he likes هو يحب هنقول اي اسم مادة دراسية history english arabic اي مادة بعد كده هنجوف صفحة 138 بيقول test yourself اختبر نفسك عندنا نص استماع بنهاية الكتاب ركز معي علشان ان شاء الله تختار صح النص بيقول my name is sandy my favorite subject is social studies i love learning about countries i like math too i'm quite good at science اول سؤال هنا بيقول what's sandy's favorite subject ما هي المادة المفضلة عند sandy كانت عبارة عن social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية وبالمناسبة كلمة social ده نط الصحيح اما النط الشائع الخطأ اللي يقول social وده خطأ الصحيح هو social social studies number why does she like it لماذا هي تحب ها تحب الدراسات الاجتماعية because she loves learning about لأنها تحب تعلم بشأن countries دول computers اللي هي الحواسب الالية ولا numbers ارقام ولا food طعام دراسات اجتماعية يعني countries دول number three what is the other subject she likes المادة الدراسية التانية هي بتحبها math رياضيات number four how good is she at science مستهئ بقى في العلوم quite good يعني جيدة الى حد ما هنشوف هنا number two choose a correct answer from a b c or d number one my favorite school subject is المادة الدراسية المفضلة لدي هي ايه احنا قلنا الجزء التاني هنا في غملة تانية هي هتقول لنا الاجابة الصحيحة هنا i love learning about the past انا احب التعلم بشأن the past هو ده مفتاح اجابتنا الماضي طب الماضي ده بنتعلمه من ايه art هو رسم math رياضيات science علوم ولا history طبعا history التاريخ number two i like art انا احب الرسم so لزا i like ايه so much انا احب ايه كثيرا جدا writing كتابة swimming سباحة painting تلوين ولا reading reading قراءة لا طبعا painting طالما art هنا رسمي بادة painting للوين number three you are هنقول صفة to speak in front of all those people يعني ان تتحدث امام كل هؤلاء الناس بانت كده strange غريب brave شجاع busy مشغول ولا scared خائف طبعا brave شجاع number four they عايزين فعلا نقول swimming سباحة three or four times a week ثلاثة او اربع مرات في الاسبوع احنا هنقول ايه make ولا play ولا get ولا go هنقول go swimming يذهب للسباحة أو يذهبوا للسباحة number five the queen of hearts always شخصية the queen of hearts always shouts دائما shouts a تصرخ people people الناس to ولا for ولا on والat shout at shout at يعني يصرخ الى او يصرخ في وجه كذب number six our book كتابنا jim اللي احنا شغلين من is fall off ما ليق بي useful a useful information يعني معلومات مفيدة ولا character شخصية ولا number رقم ولا heart قلب هنقول information يعني معلومات number seven i don't like playing video games انا لا احب لعب الفيديو games i think انا اعتقد they are اني العاب الفيديو games دي عبارة عن ايه هي اوصفها بايه interesting شيقة boring مملة funny مريحة ولا clever ماهرة لا هنقول boring حد مش بيحب حاجة هي بالنسبة له boring يعني مملة number eight he's amazing هو مدهش او مذهل he هنقول ايه من الافعال speak five languages يعني يتحدث خمس لغات واحد يتحدث خمس لغات هنقول علي ايه طالما هو مذهل هنقول can يستطيع ولا can لا يستطيع ولا have got ولا has got هنقول can هو يستطيع بعد كده نشوف صفحة 139 number nine بيقول I can't أنا لا استطيع ايه this box هذا الصندوق because it's too heavy انه ثقيل جدا I can't carried احمل carries ولا carrying ولا carry هنقول carry فقط ليه علشان النفي هنا not اي نفي not بيجي بعده مصدر الفعل مش بس كده can او can يجي وراهم مصدر الفعل بدون اي اضافة number ten mister and mrs side مالهم got three children لديهم تلات اطفال هنقول has ولا are ولا do ولا have هنقول have علشان دول اتنين اللي هو الاستاذ سيد والمدام بتاعته اللي هي ايه mrs side طيب طالما دول اتنين هنقول عليهم have have للجمع كأننا هنبدل كل دول بالضمير الفاعل they they طالما they بنون they have number three read and correct the underlying words يعني قرأ ويصحح الكلمات اللي تحتها خط number one she is ten years old هي عمرها عشر سنوات but لكن she can read هي تستطيع ان تقرأ هنقول can't بدال can هنخليها can طيب ليه هذه can't هنقول ليه لانه هي عمرها عشر سنين وهنا جاب كلمة but but دي رابط بنستخدمها للتناقض أو التعارض بلغم اني عندها عشر سنين إلا انها لا تستطيع ان تتحدث يبقى can't number two نيفين نيفين play تنس بعد الفعل love أو like يجي الفعل مضاف له energy يعني هنقول playing 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 number three she has got long hair she has got long hair الخطأ في كده ان احنقول has she got التصحيح هنقول has she got لي لأن ده سؤال والسؤال هنبدأ بهاز الأول وبعد كده الفعل يبقى has الأول has has بعد كده she وهنكم has she got long hair هل لديها شعر طويل ويبقى that الصيغة الصحيحة للسؤال number four do I haven't got a computer in my room انا ليست لدي computer في حجرتي I always play on it انا دائما العب عليه طب ازاي انا ما عنديش وازاي انا بلعب عليه بقول I have I have انا لدي هذه have بعد كده هنا بيقول write a paragraph of about 80 words on اكتب فقرة من 80 كلمة على your favorite hobby يعني هوايتك المفضلة طبعا كل واحد هيختار الهواية المفضلة لديه هو يكتب عنها هقول ايه هنا هقول my favorite hobby is يعني هواية المفضلة هي هكتب الاسم انا هنا اخترت reading قراءة I like reading short stories انا احب قراءة القصص القصيرة I start reading يعني انا بدأت القراءة at 7 في عمر السابع اوكي بعد كده هقول اختار اختار اسم المؤلف اللي انا بحب اقرأ الكتب بتاعته اخترت Charlotte a lot الكثير عن العالم من حولنا I have a lot of books at my house انا لدي الكثير من الكتب في منزلي sometimes احيانا I can't read books انا لا استطيع ان اقرأ الكتب on my exams days في ايام امتحاناتي there is a library in my school يوجد مكتبة في مدرستي my friends and I يعني اصدقائي وانا go to read at the break يعني نذهب لنقرأ في الفسحة at the break they like to read comic books هم يحبوا ان يقرأوا الكتب الكوميدية I think reading is a very interesting hobby انا اعتقد ان القراءة هواية شيقة جدا بعد كده الازهر activity نشاط الازهر بتكلم عن your favorite story اختر اي قصة انت قرأتها بالفا وهتكتب عن القصة المفضلة دي هتكتب بخمس بمل فقط لا غير هنشوف هنا الملحق عندك quiz على lessons 3 and 4 unit 3 ده في صفحة 22 اكمل الحوار التالي كل مرة بنقول انك انت لو عندك دايلوج لازم تقرأه كله عشان تعرف ويتكلم عن ايه بعد كده تبدأ الاجابة عبدالله عبدالله يلعب لعبة مع احمد طيب احنا نبهنا كتير ان لما يكون في عندك دايلوج تقرأه كله للاخر عشان تعرف تجاوب صح هنا نقول عبدالله بيبدأ الكلام بيقول what is this game name ليه احنا قلنا هنا name علشان كده هو بيجاوب بيقول it's called انها تسمى تسمى طالما الكل تسمى يبقى يسأل على name الاسم انا افكر في شخصية العظيم يعني هيا نبدأ الشخصية التي افكر فيها هي مشغولة جدا فهنا هي سأله هل هل يجري بسرعة شخصية انت تكلم عنها دي نعم هو يجري بسرعة احمد قال هو شخصية الارنب الابيض عبدالله ال well done يعني احسنت اي شخصية انت احببتها اكثر اي اكثر شخصية انت تحبها قال احمد احببتها شخصية 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 لانه لانه حيوان مرح هنا نمبر اي من دول هواياتي المفضلة هواياتي المفضلة رسم تاريخ رياديات ساينس علوم انقول دراوينج هو ده اللي هواية ده رسم ده هواية لكن دول موايات دراسية نمبر دو الاطفال يجب ان يتعلموا بشأن دولتهم دولتهم يتعلموا عن بلادهم وعن ماضيها نمبر ثري انا آسف اي كانت جو او او انا لايمكنني الخروج معك اي م اي ناو هانغري جعان ولا سترينج غريب بريف شجع ولا بيزي بيزي يعني مشغول نمبر فور اتواز انه كان كان اي تو ووك او ان او ان ان تمشي او بمفردك ان او مدينة غريبة هنقول بيزي يعني مشغول ولا شجيع ولا سكيري مخيف غاضب هنقول clever clever يعني ماهر clever يعني ماهر مش شجع ماهر ماهر يعني clever انه كان ماهرا ان تمشي وحدك في مدينة غريبة نمبر بيقول هو شجاع جدا هو he is not هو ليست stupid غبي fall يعني شبعان ممتلئ ولا free يعني free يعني ليست مشغول ولا coward coward معناها جبان هي دي عكس brave coward هو شجاع جدا هو ليست coward يعني جبان number six i don't remember my first day انا لا اتذكر يومي الاول ايه school عايز نحفجر على طول هنقول at school number seven he doesn't want to eat هو لا يريد ان يأكل he is هو ايه hungry جعان angry غاضب fall ممتلئ او شبعان ولا free معناها غير مشغول فاضي لا هنقول ايه fall fall علشان هو مش عايز يأكل يبا هو كده شبعان او ممتلئ number eight هنقول i will انا سوف ايه a story about the life of that man قصة عن حياة ذلك الرجل هنقول give يعطي get يحصل على ولا do يفعل ولا write ضرما قصة تبع write يكتب number nine a or an a is a website هو موقع عبر الانترنت on which الذي فيه someone writes regularly يعني شخص ما يكتب بطريقة منتظمة it is like an online diary انه تشبه مفكرة يومية عبر الانترنت دي باسمها ايه blog مدونة adventure مغمرة information معلومات ولا character شخصية طبعا blog number ten بيقول a ايه صفة من دول person شخص is happy to do something dangerous يكون سعيد ان يفعل شيء ما dangerous خطير يبقى دا ايه بازي مشغول sensible يعني حكيم brave شجاع ولا clever ماهر لا طبعا brave brave يعني شجاع طالما قال dangerous يبقى دي brave شجاع كده خلصنا اه درسين النهاردة تلاتة حللنا تدريبات على الدرسين تلاتة واربعة في الواحدة التلتة بنفكرك تتابعنا انت وقول لحبيبك واصحابك اكبر او اصغر منك من الاولى ابتداي التلتة سنوي على قنواتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة